طيب ايه الرموز اللي ممكن لو شفتها في المنام اقوم فرحان لا دهنا اسجد لله وارفع ايدي كده لربنا سبحانه وتعالى وقل له الف الف حمد وشكلك يا رب لو شفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لو انت شفته في المنام ام على طول فرحان جدا استبشر خير ده حتى لو انت شفته في المنام بإشارات مش كويسة سيدنا النبي جميل لا يتمثل الشيطان في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قال كده لا يتمثل الشيطان في رؤيتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في المنام بإشاراته بشكله الموصوف شكله اللي اقدر اوصفه جسمه اللي اقدر اوصفه لحيته شكله الفلج شعره الاسود شديد الصمار وجهه المنور لو شفته في المنام اقوم فرحان وسعيد جدا جدا اقوم مبسوط مش عايز اقول لكم ان انا ممكن كده اطير في الجو لو انا شوفت سيدنا النبي ده دليل على بشرات كتير اوي اوي طب ازاي ابو يحيا ما ممكن سيدنا النبي ييجي يعتبني ممكن سيدنا النبي ييجي زعلان مني ممكن سيدنا النبي ييجي بشرني جميل بس رؤيته حلوة طيب ليه لان سيدنا النبي لو جي بشرني الحمد لله رب العالمين اقول لك الحمد ولك الشكر يا رب واحمد ربنا على هذه النعمة الطيبة ان انا شوفت سيدنا النبي جاي بشرني طيب سيدنا النبي جاي بيعتبني في المنام مرضك أفرح وأقول يا الله جميل أول منام عشان سيدنا النبي جاي بيعتبني في المنام علشان سيدنا النبي وربنا سبحانه وتعالى شايفين أن أنا إنسان طيب إنسان جوايا الطيبة إنسان جوايا العاطفة والحنان للناس ما بكرهش حد طيب معنا اتصال الأستاذ محمد من الجيزة أهلا الأستاذ محمد طيب من اعتذر ديك أو إزم محمد ياريت تحاول تتصل بنا تاني الخط قطع طيب سيدنا النبي صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام لما ييجي يعتبني أكيد إنه ما ييجي يعتبني مش عايزني أفضل في السوق مش عايزنا أفضل في الغلط مش عايزنا أفضل إن أنا أرتكب الحاجات ديا لأنه شايفين إن جوايا حاجة جميلة أوى 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 فعلشان كده سيدنا النبي جاي لي بيبشرني بيبعدني عن الأخطاء بيبعدنا عن حاجات مش كويسة فاعلم إنك محبب أوى 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 إلى رب العالمين ومحبب لسيدنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله يعني رؤية سيدنا محمد في المنام خير كبيرة طيب رؤية الأنبياء سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا آدم سيدنا اليسع سيدنا الخضر الله من فترة كده لقيت أخت كريمة بتقول لي يا أبو يحيى أنا شفت سيدنا الخضر قلت لها الله أكبر يا رب نونا المنام ده ما شاء الله شفت سيدنا الخضر عليه السلام قلت لها شفت سيدنا الخضر عليه السلام قلت لها ما شاء الله فأنت ذو علم أنت ذو علم فانفع الناس بعلمك قلت لها سبحان الله عرفت منين قلت لها لأن سيدنا الخضر عنده علم كبير جدا منظروا القصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لو لأن صبر سيدنا موسى أخي موسى عليه السلام على أخي الخضر لعلمنا أخي الخضر الكثير والكثير والكثير سبحان الله يعني اللي يشوف سيدنا خضر في المنام يقول فرحان ده منام خير